اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله هدى الله به من ضلاله وعلم به من جهده وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم صراط الله العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الحرق ألا إلى الله تصير الأمور صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارُ أَعَادَنِيَ اللَّهُ وَإِيَاكُمِ خَالِهَا لِنَّارُ Donc en commençant par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala y faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je conseille moi-même ainsi que mes frères de craindre Allah subhanahu wa ta'ala aussi que moi neufsi bi taqwa Allah quahiliya eyyuhalladina amanu taqwa Allah haqqatu qadhi ولا tamutunna illa wa anton muslim ثumma amma ba'du فكما قلنا في الخطبة الماضية فإن بداية الفرج إنما تكون بالإصطلاح مع الله تبارك وتعالى وإنما يكون هذا الإصطلاح بسر عظيم جعل الله تبارك وتعالى محل التكاليف ومحل نظره يكون ذلك بإصلاح القلب إصلاح القلب اعلم يا رعاة الله أن سعادتك في الدنيا وفي المحشر وفي الجنة إنما تكون بإصلاح القلب والقلب إذن كما قلنا هو محل نظر الله كما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد المدرة إذا صالحا الجسد كله وإذا فسادت فسادة الجسد كله ألا وهيالقل Donc on a dit la dernière fois un peu de soulagement et la solution commence par la réconciliation avec l'atabarك وتعالى cette réconciliation se repose sur un secret sur une chose qui est réparer le cœur le cœur le cœur c'est c'est le royaume de l'être humain ou c'est le roi de l'être humain le cœur c'est le centre du regard لله تبارك وتعالى الله il ne regarde pas il ne regarde pas no visage il no core mais il regarde no cœur qui aièrement d'être humain min pu il il y il on ومشاكس قلبه مريض السباب واللعان والبذيء قلبه مريض إذا أردت أن تزن نفسك فانظر إلى قلبك القلب الله أثنى على القلوب السليمة في الحياة الدنيا وفي الحساب وفي الجنة أصحاب القلوب السليمة الصحيفة هم الفائزون في الدنيا هم الناجون يوم الحساب هم السعداء في الجنة والذين عن الدنيا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أدوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولاهم مفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رعف ضحيم وفي الوفاة بل في الممات لا ينجو إلا القلب الطيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة لما كنتم تعملون وفي الحساب قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وفي الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله إذا قلبك هو نجاتك صدر سلامة قلبك في الدنيا وفي الحساب ستكون سببا لنجاتك ولنا في ذلك أدلة كثيرة ففي مسند النام أحمد من حديثي أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقضى عليكم الآن رجل من أهل الجنة قال فإذا براجل من الأنصار تقتر رحيته يحمل نعبيه أو يعلق نعبيه في ابطه الشمال أو في يده الشمال قال ثم وفي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء فطلع ذلك الرجل الذي هو من الأنصار بنفس الهيئة بنفس الهيئة تقتر لحيته ماء من الوضوح ويحمل نعليه بشماله أو بيده الشمال قال وفي اليوم الثاني كذلك قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فإذا به نفس الرجل قال أنس فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن عمر بن العاص أي تابع ذلك الرجل وقال له لقد تلاحيت مع والدي وأقسمت أن لا أبيت معه ثلاثا فهل لا استقبلتني أو ضيفتني قال بل فذهب معه وقضى تلك الثلاث ديالي فقال عبد الله بن عمر بن العاص قال لم أره كثير صلاة أو كثير عملي إلا أنه إذا تعار من الليل فذكر الله قال ولم أسمع عنه إلا الكلام الطيب قال فلما كانت الليل الثالثة وهنمت بالانصراف قلت يا عبد الله إنه لم يكن بي أو لم يكن بيني وبين والدي مما ذكرت شيئا إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنت أنت في الثلاث مرات فأردت أن أعرف العمل الذي بلغ بك ذلك المبلغ فأكون مثلك فقال الرجل ما كان إلا ما رأيت أو هو ما رأيت قال فلما انصرفت ناداني قال هو ما رأيت إلا أنني إلا أنني إذا هرعت إلى فراشي أو إذا نمت أو كما قال لا أحمل في قلبي شيء لمسلم ولا أحسد مسلما على شيء أعطاه ضغوية قال له هي تلك وهي التي لا نطيق قال هي تلك وهي التي لا نطيق أغلب أمراضنا أمراض أمراضنا أغلب أمراضنا إنما هي من علل القلب بسبب القلب إذا أردت أن تعيش في سلم مع نفسك ومع الناس أصلح قلبك أصلح قلبك يا هذا يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم دليل آخر حديث أبي سعيد الخضري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفروا أو ترفعوا الأعمال يومي الإثنين والخميس يومي الله تبارك وتعالى فيغفر لكل الناس إلا لمتشاحنين فيقول أنظر هؤلاء حتى يصطلح متشاحنين بسبب ماذا؟ القلب قلب جهزا هذه عللتنا القلب ضم ترجمة نحن ترجمة نحن ترجمة نحن في توصيلك يقومون بتأكسير على الإيقاظن الأولى ويقول بأعنال الشعور؟ أتذكر بالأسالة كل جاءاء وطرقة كانت العجيزية عن السهب أطرق أجاسي عن السهب يقومون بشكل ممله ريح بجيزي مقبلة لعجيزي مقبلة ليس كبيرا الصلاة أبدا يقوله ما يلقى لأخبار ،ي يوجد لأخبار ، وكل كاف ، وكيف يزيجيب ، تلقى. كم الجسم يزيجيين ، وكيف يزيجي عن لي تعاني ، كيف يزيجي إذاك ، يزيجي ملسى ، زيجي عسلب ، إذاً ، كله ، فتح ، يزيجي أنه السحرة ، يجب عليك الجسم يزيجي لاعرف ، يجب أن تجليك اخبار ، زيس أنت كاف ، ويزيجي تم تيجي بإذيه بتمام ، ستطلن لك ستطلن رأسيس لن تفهم فهو يرجع البعض فالسفر فلا سنا نغرب الوكام لن تخزن في نحن في هذا المنظم في الحر الله تبارك وتعالى و يلس لهم و يلس لهم يعجبون من أعضبهم و يلسوا من أعضبهم يقولون الله أعطبنا و يجبنا و سوف نقومي و يسألنا و يسألنا و لا تجعف و تنقومي من أغلان و يسألنا وتبارسة نوكاور من الحن البولة وفي نجيل اللهم يقول يوم ألا ينفع مالولو النجيل وفي نهاية ونهاية من الزن تبعوه لم يحسن وفي نهاية يقول وفي نهاية وفي نهاية يقول لهم يقول يقولون صحيح وأنهم أبدا في كل شورة وأنهم أتمنى في هذه المدين لا أعرف ليس لن يقدم العديد على هذا المعارك عندما نحن وظن هناك هذا المعارك ولا يبدو الى فرساولك كبيرة وداعراك وظبتم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القدر أمقرائي أول شيء كان يقوم بإمقارة أوراك الناس تحضير أمقاراك أمور نبعاً المعارض بين المعارضين والسرعة بعد ذلك أحبت لديكم ولكن أحبت 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 أنه محبت هو زوجنا فيصال وهو رأس في الأرض إن أصبح نومی لذالك يقولون أنه يصبح الساء و هينا أنه يجبه يصبحون لصف الزرق أنه يقولون أنه يقولون لصف صف الزرق اعلى بالنسبة كلا ولها مزيزة يوت سوى طلب المكان وفي الشياب سيديت وفي الساعة ربته يتجرب المزيدة رغم المناسبة وفي الساعة رابطه وفي الساعة الاجيزة الميزيدة ذلك أخذ من العقابة اعطني بمهجري هم تحبت هو مناسة دعا يسألوا بعمر هم fury ازالى من لديك ومنا نقال في حياتي من وإلا قوم بالتحارج هل يمكنك أن أعود؟ ثم أخبت وقبل ذلك وقبل ذلك رسل يمكن تينجيه له وقالت من اجدك لأنه موجود وقالوا وقالوا إنه جيت لذلك يكون بديم ليس لكم أيها لا أشبان لا أعزني ولا تقوم بغضاً بغضاً أو شيخواني وفي خلالي تهاريس في أجل وفي عليهم، فهر لحسن يساعد وفي فهر، فهر محبته وفي فهر، 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 فهر بالمحب avec mon papa, avec mon père je n'avais aucun souci mais voilà, j'ai entendu le prophète dire ceci, ceci, donc je voulais voir ce que tu faisais toi pour pour ta hu ce degré il a dit par contre cet homme là, la nuit quand il se retourne il évoque l'akabar et il ne dit que du bien il ne disait que du bien donc il lui a posé la question alors ce serviteur de Dieu il a dit, écoutez j'ai pas de secret j'ai tout ce que t'as vu tout ce que t'as vu alors il a dit, quand je me suis tourné le dos pour faire il m'a rappelé il a rappelé, il a dit, regarde c'est juste c'est ce mot ce que t'as vu sauf que moi le soir j'ai pas de ressentiment contre un musulman j'ai pas de haine contre un musulman et je ne m'envis aucun musulman sur un bien qu'Allah lui a raconté ah lui a dit, c'est ça c'est ça c'est là et c'est ça qui est dur qu'on ne peut pas supporter donc voilà le coeur c'est ça في الدنيا وفي الآثرة أقولوا من تسمعون أستغفر الله ولكم فاستغفروا فيأخوز المستغفر الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام دارمين متلازمين اشتغلت بغى الحديث بي سعيد الخضرين يقول رسی قطعه نعم الله تبارك وطعال والله ولن للجول الله يمحب الله لله الجبان يمحب الله يمحب الله يمحب الله وزنكوا وعلى نه يمحب الله يقولون لقد كيف سألس من سألس عنه اكيدتون هذا كان يقرر وكيفينه لا يعزون نحن نعضون في القعدة أسأل الله من يزوقني وإياكم قلبا سليم ضغم أزبنا الهدى والتقى والعفاف والغناء ضغم أصلح قلوبنا ضغم أصلح ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي بديها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم ولا تعدين فإنك علينا قادر اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونفس هم المهمومين واخذ الدين على المدينين برحمتك يا أره والله هناك أخ يطلب الدعاء لوالدته أصابها شال النسخ نسأل الله ليشفيع شفاءاً لا يغادر سفما اللهم ارحم الناس اذهب البعث اشفاء بالشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سفما أعود بكلمات الله التامات من شر ما خرب أعود بكلمات الله التامات من شر ما خرب أخت فاضلة كذلك تطلب منكم الدعاء حتى يفرج الله عنها اللهم افرج عنها اللهم افرج عنها وعن جميع المغمومين برحمتك يا أرحم الله يا سامع كل نجوة ويكاشف كل بلوة اكشف بلوتها وفرج عنها برحمتك يا رحمه أخ فاضل كذلك يطلب منكم الدعاء حتى يصلح الله بينه وبين زوجته اللهم أصلح ذات بينه اللهم أصلح ذات بينه اللهم أهدي زوجته يا رب أهمتها وهديه وهديهما إلى الطريق المستقيم أصلح بينهما يا رب اللهم أسبر الطمأنين على أبنائهم يا أرحم الرحمين يا رب العالمين وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات وشintage جميع المؤمنين والمؤمنات وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات وصددهم وبارد عن نبيك وحبيبك ومحمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد للباهة رب العالمي شكرا